بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ يا شباب بإذن الله مع بعض آخر محاضرة معنا في شرح الجنغة البسولوجي المحاضرة دي هي الزيادة ما كانتش بتتشرح السنين اللي فاتت ولكن تتشرحت السنة دي محاضرة سهلة وبسيطة بإذن الله يعني خدنا نصها أو حوالي 40% منها في آخر جزء في شرح العمل لما كنت سمعته فاسمعوا الأول أتكده كده هتذاكر المحاضرة طيب يعني هتذاكر العمل وهتذاكر دي بإذن الله فلو أنت بتسمع دي قبل العمل لا استنى وروح اسمع العمل الأول خلاص لأننا هنا هاعتمد أن أنت سمحت العمل فالمحاضرة دي بتتكلم عن إيه المحاضرة دي مديلك أمثلة لبعض الطيومارس مديلك أمثلة لبعض الطيومارس اللي بتطلع من الإبسيل يلتشو ومديلك عليهم ثلاثة ثلاثة أمثلة ومثالين على طيومارس بيطلعوا من الكنكتف تشو أو المزنقايمة التشو يبقى ثلاثة أمثلة بيطلعوا من الإبسيل يلتشو ومثالين بيطلعوا من المزنقايمة أو الكنكتف تشو طيب الثلاثة أمثلة بتقول الإبسيل يلتشو نعملهم لك في جدول مقارنة عشان بس يذكرهم في راحب بعض كده الدنيا تتربط ببعضه خلاص الثلاثة أمثلة دول إشمعنا ثلاثة يعني يعني ده ما خدناش ربعة ده ما خدناش اتنين هو مديلك هنا الأمثلة اعتمد على إن هو يحط لك مثال للبنين تيومر ومثال اللوكا لماليجننت تيومر ومثال ليه الماليجننت تيومر ما احنا عرفنا إن تيومر ثلاثة أنواع إما بنين أو ماليجننت أو لوكا لماليجننت فاحنا خدنا مثال على كل واحد على البنين تيومر بيطلع من الإبسيل يلتشو على ماليجننت تيومر بيطلع من الإبسيل يلتشو وعلى اللوكا لماليجننت بيطلع من الإبسيل يلتشو احنا في العمل شرحنا ايه شرحنا مثال على البنين تيومر اللي هو السكويموس سيل بابل لومة وشرحنا نبزة عن مثال للماليك نتو تيومر اللي هو السكويموس سيل كارسينوم خلاص فتعالا كده نبدأ ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم السكويموس سيل بابل لومة ده عبارة عن بنين تيومر بيطلع منين من الإبسينيا التشفى منين بالزبط من علشان كده يسمو سكويموس سيل بابل لومة بابل لومة يعني بنين تيومر طالع من الإبسينيا التشفى طالع منين بالزبط في الإبسينيا التشفى من السكويموس سيل طيب اخوه بالزبط اللي هو السكويموس سيل كارسينومة بس السكويموس سيل بابل لومة بنين والتاني ماليجنات هما الاتنين طالعين من السكويموس سيل كارسينوم تعالى الاول بنبدأ بالسكوريموس سيل بابلوم عرفنا ان هو بناين إبسيليا لطيومة طالع من الستراتفايد سكوريموس إبسيليا كده تمام المكان بتاعه يعني بيطلع منين بالزبط في الجسم ويطلع من الستراتفايد سكوريموس إبسيليا يعني اي حتة في الجسم فيها ممكن يطلع منه تب الستراتفايد سكوريموس إبسيليا موجود فهن ؟ والله موجود في الاسكن كله موجود في الليب، في الطنج،ف الأوروميوكوزة،في الفارنج،ف الاورنجز، correض اي, المنطقة بتاعها المأنيونيوا المأنيونه كله كمان موجود في سيفيكس الهوى عنق الرحم، موجود في الفجرينة، ونوجود في الكنال كنائل. المناطق دو كلها بتتكون او بتتغطى باستراتفايد وبالتالي هي اماكن ممكن يطلح فيها طيب ادي بالنسبة هو طالع منين وموجود فين في الجسم. نهش بعد كده في الجروس بكتشاب. الجروس بكتشاب والمايكروسكوبك بكتشاب احنا خدناهم في العمل. وبالتالي احنا كده خلصنا اول نوع. هنعيد عليهم تاني. الماكروسكوبك بكتشاب بتاعت هي دي. هي الصورة ديت. قلتلك هتجيلك في العمل الصورة ديت. اسمها هتكتب ايه? هي عبارة عن او عامل شبه الصوابح كده. هتكتب ايه? بتتكون منكور وتكتب مواصفاتها. وبتكون من كفر وتكتب مواصفاتها. كور وكفر. الكور اللي هي الحتة البده شوية دي. والكفر اللي هي الحتة الغمقه دي. الكور ديت عبارة عن متفرعة. وفيها فيها فيه طب والكفر عبارة عن ولكن مش زي الطبيعي. ده دات يومر يعني اكيد هيحصل فيه بعض التغيرات. تب ايه التغيرات اللي بتحصل في الكفرينج ابيسيليا? بتحصل فيه اربع حاجات. من تحت الفوق او من فوق لتحت. البيزل سل هيبر بليزي. اكنسوزيس يعني السمك بتاعها بيزيد. يعني بلاقي انوية لسه موجودة في طبرة الكفراتين. هيبر كفراتوزيس يعني طبرة الكفراتين مالها بتزيد. الكلام ده تقول لي مش فاهم. هقول لك ايه? اسمع الفيديو بتاع العمل. انا هنا مش هشرحهم تاني بالتفصيل لسبب. علشان وقت الفيديو ما يطورش معانا. خلاص. انما انا شرحهم بالتفصيل في الفيديو بتاع العملي. واحنا هنا هوت بنرجع على العملي. وكده كده ايه? بنشرح النظر. تمام. طب بالنسبة ليه? بتاعي. كتب لك ايه? عندك في العمل برضو. ليه الصورة دي? كتب لك نان كابسوليتد. وعرفنا ان دي يعني قاعدة شزة. مش هو يعني المفروض يكون كابسوليتد. اكتلك لا ده حاجة الواحد وكده. ده نان كابسوليتد. فتشد تحتها خط. نان كابسوليتد. دي ايه سؤال في النظر. ممكن تتساعل فيه. نان كابسوليتد. كتب لك ايه? في النظر ايه? كتب لك. كتب لك سيصير او بنان كيوليتد. برجكشن. هنعرفيني النوع عبارة عن بابيلاري. والبابيلاري عبارة عن فنجر لايك برجكشن. فقولك البروجكشن ديت ممكن تكون شبه السيصيل او ممكن تكون بنان كيوليتد. هتقول لي يعني ايه? سيصيل يعني زي الحباية. سيصيل زي الحباية. اللي ايه زي دي كده. يعني طلع على السيفز وزي سكن زي الحباية كده ما يطلع. بنان كيوليتد يعني طلع كده زي الحباية بس لها عنق. لها رقبة. يعبر عن ماس لها ايه? عشان كده ديت باسمها ايه? بدان كيوليتد. انما اللي طلع زي الحباية ديت اسمها ايه? اسمها سيصيل. فانا بقول لك ان التيومة بتاعنا ده هو ممكن يكون ديت وممكن يكون ديت. ممكن يكون سيصيل وممكن يكون بدان كيوليتد. تمام. بعد كده اكتب لك ايه? ان هو بيكون آآ عبارة عن عبارة عن عبارة عن يعني متفرعة. خلاص تحس ان كزا كزا مع بعض. عشان كده اكتب لك انا احنا كده خلصنا الجروس بكتشر لسكوريماس سيل بابلور. بالنسبة لما يكتب بكتشر فاحنا شرحناها. تمام? اللي اللي بتكون من بابللي وتكتب بفورمة اتنين سي. اللي هي الكور كنك تفتوشه كور بتكون برانشنج وسنترل وفيها وفيها فيو وبيتكون من كفر. الكفر بتاعنا عبارة عن استراتفايد اسكوريماس ابيسيليا. ولكن حصل في بعض التغيرات. ايه هي? اللي هم هتكتب للربع دول. اللربع دول هتتسالفهم في النظر. من اهم الاسئلة هنا في المحاضر. هتسالفهم ازاي? اقول لك كتعريفات. يعني انكريز دي سيكنيس اوف بريكلس اللير اسمها ايه? ويحط لك اللربع اختيارات دول. هتختار اكانسوزيس. انكريز دي سيكنيس للكورة اللير هتختار مين? هايبركيراتوزيس. بيتين دون موكلياي اوف كيرات اللير يعني ايه? البارا كيراتوزيس. طب اصلا مثلا يقول لك البنزل سيل هايبر بليزي بتحصل فين? في السكوريماس سيل باب اللوم وهكذا. خلاص فانت يعرفهم كويس للي عملي ولأسئلة النظر. يبقى المعلومات الجديدة عليك ان هو بيطلع مستراتفايد اسكوريماس بيسيليا? اللي موجود في اللي سكين والليبو والطانج والاوران ميكوزة والامسيل دي كلها. يبقى يعتبر ان تقول له عرفه اصلا. نخش بقى في المثال التاني معانا اللي هو مين? اللي هو تعالى نبدأ بالسكوريماس سيل كرسينوما الاول. خلاص اسكوريماس سيل كرسينوما. هو هو اللي سكوريماس سيل باب اللومة ولكن ماليجننت طلع من نفس المكان. اللي هو مين? السكوريماس إبيسيليا. اللي اماكن بتاحته فين? هتكتب الاماكن اللي موجود فعل السكوريماس إبيسيليا. ولكن ده ماليجننت فعله بعض المميزات كده طلع مين السكين تماء السكين بتغطى بسكوريماس إبيسيليا. طلع مين الميوكس ميمبيرنز زي الليب والطانج والاورال كافيتي والاورال اللي عندك ده كله اللي احنا ايه? واخدينه زي التاني بالزبط. الجديد. الجديد انه ممكن يطلع من يعني ايه الكلام ده? يعني اللي خدناه في الشابطة الاول في قتلك ممكن يحصل وتتم وتكتبها انا بالعربة يتم تسمية الميتابليزيا على حسب الخلايا التي تحولت لها وليس منها. معنى ذلك ان انا كان عندي هنا خلايا ما كانتش حصل يعني تحولت الى وبالتالي لما اصبحت ممكن يطلع بعد كده مين? اللي هو ده هو اصده كده بالكلام. ان انا عندي خلايا ما كانتش ممكن يحصل فيها وتتحول ل وبالتالي ممكن يحصل بس كده. يعني بكتب لك اصب ميوكس من برينز. يعني لما يحصل فيها يعني سكويمس ميتابليزي. ميدي لك مثال. سكويمس سيل كفسينومة اللي بتطلع. ان تبقى سكويمس ميتابليزي. السكويمس ميتابليزي ده اصلا حصلت من الاول ليه? بسبب بالهريزيال سيستايتس. فديت يعني مثال فانت ما تعرفوش. اعرف بس انها ممكن تطلع نتيجة لسكويمس ميتابليزي. ايه يعني ايه هي اللي لو موجودة عند ناس بتخليهم اكتر اكثر عرضة ان هما يحصلوه. السكويمس سيل كفسينومة اكتر من الناس التاني. ان الناس اللي بتعرضوا كتب للشامس. بورلونجد اكسو بوجر توصان. لانه التومر ده اصلا بيطلع من اين? من اللسكين. فده ممكن برضو ايه? يزود من فرصة حدوث التيومر. تاني. حاجة اللي احنا شرحناها هي السكويمس ميتابليزيا. سكويمس ميتابليزيا لو حصلت وكانت سيفير ممكن تقلب الى ماليجنان تيومر اللي هو سكويمس سيل كفسينومة. وحاجة اسمها لوكوبليكيا. يعني ايه لوكوبليكيا ديت? يعني ديت حصل سكويمس ميتابليزيا في مكان وكمان فوقها يعني اتكون الطبقة من الكراتين. طبقة الكراتين ديت لونها ابيض. لذلك اسمها لوكوبليكيا. لوكوبليكيا ديت يعني زي بوء على كده في اللسكين لونها ابيض. طب عبارة عن ايه البوء على اللونها ابيض ديت? عبارة عن سكويمس ميتابليزيا وكمان عليها كراتين. فدية ممكن تكون ايه تؤدي لمن? لحدوث السكويمس سيل كفسينومة. عبارة عن سكويمس ميتابليزيا وعليها مين? كراتين كمان. خلاص ادن بريدس بوزنج فاكتوس. تجي لك في الامس كيو. السكويمس ميتابليزيا. تؤدي الى حدوث اي نوع من الطيومارس. انا عندنا في المحاضرة حوالي خمس ستة نوع من الطيومارس. بيحطهم لك ايه? اختياراتها في بعض. تختار له سكويمس سيل كفسينومة. تمام الصفحة او الخناديات فيها اي مشاكل بيذن الله دينا سهل. تعال نشوف الجرس بكتشاب والمايكروسكوبك بكتشاب. دول احنا اخدناهم في العمل. نبدأ بمين? بالمايكروسكوبك بكتشاب. فكيف هي? اهي. نسكويمس سيل كارسينومة افزا سكن. قلتلك بيحصل انفلتريشل للديرمس. باي ماسوف ماليجنانت سينز. الماليجنانت السينز ديت بتكون حاجة اسمها سين نيستس. يعني زي العشة كده. وتبدأ تتكلم شواء عن السين نيست. السين نيستس ديت بتختلف عن بعضها في الشكل والحجم. السين نيستس ديت بتكون من ثلاث حاجات. بريفر الليير من طبع اللي بره. وسينترال سينز اللي في النص خالص. وانتر ميديا اللي هي ما بينهم. البريفرال تمثل البيزل سينز. الانتر ميديا ديت تمثل البريكت سيل ليا. السينترال سيلز تمثل الكراتين. وتبدأ تكتب ان التومارز سيل فيها الماليجنانت كاراكترز وعرفناها. وان الاسترامة ما بين السينستس بيكون فيها او بيحصل فيها انفلتريشن باي كورونيك انفلاماتوي سيلز. كلام ده احنا عدناه حتى الان حوالي تمن مرات. في العملي وفي الفيديو ده. فهزن الديني يعني من غير ما تساكينها انت حفزتها اصلا. طيب. اللي نشوف صورتها برضو. يعني ايه? الصورة دي اللي احنا صرحناها. لو قلت لك هيد بيفرد سيل ازاي اللي بيفرد سيل هتكون بتتكون من البيزة سيلز. وازاي السينترال هيكون عبارة عن كراتين وازاي اللي في النص هيكون بريكت سيل هي. قلت لك ادي مسلا الحتة كلها هي. تمام بتتكون من بيزة سيل اهي. ودي دية بريكت سيلية. في الاخر هنا الكراتين لو جد ده كله انا مسكته ولفت ولك عملت ولك دايب هتكون مين اللي الدايب اللي برا عبارة عن من عبارة عن البيزة سيلية واللي ما بينهم دي كلها عبارة عن مين بريكت سيلية واللي في النص خالص ده عبارة عن مين الكراتين خلاص دي بس ايه اللي احنا برضو شرحناها فى العمل حتى نفس الرسومتين تمام بعد كده اللي فيه هنا شوية تفصيل شوية في النظر يعني في النظر مش كاتب لكنها بتتكون من سينستس والقصة بتاعتنا دي ضيف عليها كمان ضيف عليها ايه ان حتة الكراتين اللي في النص دي اسمها كراتين بيبلس اسمها ايه كراتين بيبلس اللي لونها بالنور الاحمرهية اسمها ايه كراتين بيبلس دي اللي بتكون في السنطر بتاع السينست طيب تمام بعد كده عندك معلومات زيادة برضو ان انا عندي لالسكويما الصير كرسينوم فيه منها ضراجات كده كان عندك قاعدة كلما زاد الجريد كلما زاد كلما زاد كلما زاد كلما زادت الامو سوءا شرحناها كده كلما زاد الجريدين كلما اصبحت الامو ايه اسوأ واسوأ يعني جريد واحد بطرف تعالجه كويس حلو جريد تو ده الدنيا تبدأ تعق شوية جريد سي بي اكتر واكتر جريد فور ده كده الدنيا بسط خالص طيب جريد وان اسمه ويلد فانشياتي يعني الخلايا بتاعت الطيومة تشبه الخلايا بتاعت النومة التشوز اللي طلع منه تشبهها شوي بعد كده بغضه كل يعني الويلد فانشياتي دي شبه مدرية الدفانشياتي دي بدأ تختلف شوي بول الدفانشياتي دي تختلف اكتر واكتر ان دفانشياتي دي يعني الخلايا بتاعت الطيومة في ودي والخلايا بتاعت الخلايا بتاعت النومة التشوز في ودي تان خالص اللي اتنين مختلفين تماما عن بعض طيب كاتب لك ايه هنا الجريد وان او الويلد فانشياتي دي بتعرفه ازاي ان السين نستس بتكون موجودة من خمسة وسبعين اللي مية في المية من النومة التشوز من الطيومة بتشوز يعني لو خدت عينة كده من الطيومة بحطتها تحت المايكروسكوب هشوف فيها لو لقيت فيها السين نستس موجودة في تلت تف بقى العينة اللي معايا او في العينة كلها يبا ديها تساعتها جريد وان او الويلد فانشياتي كده الطيومة كويس واعرف عالجه وحلو جريد تو السين نستس موجودة في خمسين لخمسة وسبعين في المية من التشوز من الطيومة بتشوز بيبداية السين نستس عادتها يقل لشوية بدلا ما كانت موجودة في كل الشريحة اللي معايه اصبحت موجودة في خمسة وسبعين في المية طب جريد سري السين موجودة في خمسة وعشرين لخمسين في المية من تبدأ تهيلا اكتر وقت. طيب السين ممكن ما تكونش موجودة اصلا. ولو موجودة بتكون موجودة في كمية صغيرة. لا تتعدى الخمسة وعشرين في المية من من خلاص. يبقى النسب ديت ام سي كيو. خمسة وسبعين لمية. يعني اكنك هتبدأ من مية وقلل كل شراء خمسة وعشرين. من مية لخمسة وسبعين. ثم من خمسة وسبعين لخمسين. ثم من خمسين لخمسة وعشرين. ثم من خمسة وعشرين لزيرو. يعني كل السين عندما تكون كتير في العينة اللي معايا ده يدول انتومار حلو واعرف عالجو. Aside from basically و nuevos ستبدأ تقل للحال ما تختفي ده معناه انتومار اصبح اسوأ واسوأ واسوأ وصعب علي ان انا علجه. خلاص. فالجريدينج يعتمد على يعتمد على وجود نسبة وجود العالم اللي عمل القصة ده كلها ده اسمه ايه? فسمته لك باسمه خلاص يبقى ايه هو 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 عبارة عن جريدينج للسكوريما السيل كارسينومة. ده جريدينج بقسم في السكوريما السيل كارسينومة الى اربع مجموعات على حسب نسبة وجود السيل نيستيس. خلاص. كده تمام ديت يعني اسئلة مسيكيور. اسألك في النسبة تبع انهي جريد. تمام. دي المعلومة الزيادة اللي عندك في المايكروسكوبك بوكتشا. يبقى عندك معلومتين. ان حتة الكيراتين اللي موجودة في النص ديت اسمها ايه كيراتين بيفلز. خلاص اسمها كيراتين بيفلز. وايه حتة الجريدينج دية الزيادة. تمام. تعالوا بقى نشوف المايكروسكوبك بوكتشا. المايكروسكوبك بوكتشا عرفناها برضو في العملي. نفس الكلام. خلاص ممكن تكون ممكن انفلتراتينج ممكن ايه تعمل خلاص. فهو هنا كتب لك نفس الكلام. اهو انو التيومر ماشو زا فولوينج باترنس. بولو بويدل هي هي فانجيتينج باترنس. يعني ايه فانجيتينج زي مولتلك. يعني اني ماس بوشيكتينج اباف زي سيفس. يعني تعمل للانسجة اللي تحته. يعني تؤدي لتكوين ال سرز. طيب لو عملت الة ايه مواصفات ديت؟ اصلا ياهетров? اخلاص بقى احنا حفظنا الكلام دي. السر هي. هي منطرة الاباسيلة الفاة بتفقت كده. دي اسمها السر. او هي مفروض اي السر بتوصفها. ديت مش عليك يعني كان ان انت تاخدها السنة دي دي اصلا يعني بياخدوها في الجارة تي دي مذكرة الجارة تي المذكرة دي دي بتاعت الجي اي تي خلاص هنجيب لك بس منها ايه حتة ازاي بتوصف الالصر لان الجارة تي في حوالي سبعة تمانية الصر فانا هتطلوهم الصفحة دي ايه فانت بقى الالصر تعالنا كده نشوف بنوصفها ازاي احنا عندنا بنوصف مكان الالصر اي الالصر بقولك ايه موجودة فين اصلا بوصف شكله ايه الريجولر ولا مدورة ولا عاملة ازاي نمبر عادتهم في كم الالصر معايا يبا مكانهم وشكلهم وعادتهم الالصر بقى نفسه بوصف فالفلور لها فلور ولها بيس ولها ايج ولها مارجن تاني فلور ايج فلور بيس ايج مارجن متلخصين في الصورة دي الفلور اللي هي انت بتشوفها بعينك يعني لو بصيت على الالصر من فوق هشوف الفلور دي فوشي يبا دي اسمها الفلور خلاص يبا تعريفة طبعا التعريفات دي مش عليك للفهم بس زائر ياسين ان ديبس اوف زالصر المنطقة اللي انت بتشوفها كده في عمق الالصر ماشي بعد كده عندنا البيس دي بالعربية البيس هي القاعدة الاساسية للالصر دي حاجة بالاساس اللي الالصر متكون عليه يبا اسمها ايه زا بلبا بلتشو انويتش زا انصر لايز يعني بلبا بلتشو بلبا بلتشو يعني ان انت هتحسها بايدك يعني لو بوحت كده تلمس حوالي الانصر كده وتضغط عليه بايدك تحول تمسكها هي ديت المنطقة دي تسمها بايس خلاص اللي هي الحتة اللي تحت دو كله ماشي عندنا بعد كده ايه هي 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 المسافة ما بين الفلور والسيفس هي المسافة ما بين الفلور والسيفس يعني الارتفاع ده كله اسمه ايه هو المرجن المرجن هي المسافة اللي هي اللي حواليه الالصر من بره خلاص هي المرجن ديت مش متصابة ولا هي سليمة برده لان اكيد المنطقة اللي حواليه الالصر مش هتكون زي الاول في منطقة حواليه كده اكيد مش هتكون سليم فتيبلك زي هي تمام مش متصابة ولكن مش سليم يعني مش في افضل احوالي انا عاوزك تعرف لله بعد اقول عاوزك تعرف يعني ايه دي المنطقة اللي انت بتشوفها بعينك بتكون في الوش كده عاوزك تعرف يعني ايه دي المنطقة اللي حجر الاساس بتاعت الالصر عاوزك تعرف يعني ايه المسافة ما بين الفلور والسيفس وعاوزك تعرف يعني ايه مرجن دي المنطقة اللي حواليه الالصر كمان صورة اهي ادي البيس المنطقة اللي الالصر موجودة الفلور دي اللي انت بتشوفها بعينك المارجن المنطقة اللي حوالين داير ما يضوب كده للالصر هي المسافة ما بين السفس وما بين الفلور خلاص وهبعتلكو برضو الصفحة ديت بدي اف ليه اللي عاوز يشوف خلاص ازاي بتوصف الالصر قولنا تاني يعني ايه الصر هي بوصفها كمكانها كشكلها عادتها ولازم تعرف عنها اربع حاجات الفلور والباز والاج والمارجن طيب الاج ديت بكلها اشكال الاج بتختلف من الاصر للتاني يعني ده مثلا شكل الاج شوف عاملة ازاي ما يشطلع مستقيمه ده هي واسعة من تحت المسافة واسعة من تحت تحس ان ايه يعني طلعت كده ولفت كده ديت اسمها انت مش عليك ديت انا عاوزك بس تعرف منهم نوعين وبديلك بس كمثال ان الاج ديت لها اشكال متعددة خلاص تعال كده نشوف كاتب لك اه ان الاصر بتاعتنا شكلها عاملة زي الكلام ده حفظ زي اسمك يعني الكلام ده خلاص الكلام ده مهم اكتب كدوة مهم الشيب بتاع الاصر بتاعتنا تبعداتهم ما انا مش شايف ما ممكن يكون واحدة ممكن يكون اتنين ممكن يكون تلاتة فاني مش هكتبه خلاص السيط ما انا مش عارف برضو على حسب ما يطلعوا اي مكان في فدول برضو مش هنكتبه انا هنكتب بس الحاجات الاساسية اللي الشيب دي سابتة في كله بيكونو افجولار شايف الاج يعني ايه تعال كده نشوف الشكل ده دي اسمها دي الاج بتاعت الاصر شوف عاملة ازاي اهي دي كلها اشكال الاج ده الشكل المستقيم ممكن تكون كده ممكن تكون كده وممكن تكون كده الشكل بتاعنا اللي هو مين افرتيت اهو مرفوع افرتيت دي بتحصل كاتيب لك اوات خلاص يبا احفظ شكلها كويس تمام تعال ان كم يبا الشيب قلنا اللي هو البيز ايه هي البيز دي دي الحاجر الاساسي اللي محطوط عليها الاصر بتكون قلتلك هناك المطال لو بديمسكها كده حاولت تمسك الاصر هتمسك البيز او لما تمسكها مش هتتحرك تحت ايدك هتكون ناشفة فكسد انديوريتد انديوريتد يعني هارد ما بنقص انك ده تكتب هارد صلبة تبش معنى صلبة لاني ده مليجنان توتيومة يبا هتكون فكسد مش هتتحرك تحت ايدك وانديوريتد يعني ناشفة بالنسبة للفلور ايه هي الفلور دي المنطال اللي انت لو بصت بعينك دي الارضية بتاعت الايه الانصر هتشوف بتكون رف نيكروتيك في ايه نيكروتيك تشوف لاني ده برضو مليجنان توتيومرز وبيحصل في نيكروزيس خلاص جبه تاني مواصفات الالصر في السكويمة السيل كارسينوما احفظهم زي اسمة هتعرف عنها اربع حاجات الشيب الريجولر الاجي فيس دي افيرتد البيس فيكسد انديوريتد الفلور بيكون رف ونيكروتيك خلاص احنا كده الحمد لله خلصنا السكويمة السيل كارسينوما بالكامل بالنسبة لحطة الاسبريد هي مش عندك في كل كده عاوز تزوتها زوتها ان هي بتعمل كل انواع دائر اأنواع وسيبريد بص اي انواع وسيبريد هي بتعمله خلص وبتعمل الانواع وسيبريد اكتر من البل وي хот يعنى نسبة حدوث الانواع سيبريد اكتر من نسبة حدوث دائرة تعمل خلاص البلات سيبريد بتعملوا ليه تمتأخر شوي فانت دول برضو لو عاوش تكتبهم في المكان ده تمام احنا كده 3 امثلة بتوعنا لسكويمة سيل بابللومة واللسكويمة سيل كارسينومة اخدناهم الحمد لله فضلناها بس المثال اللي في النص ده هو اللي هو عبارة عن لوكا لماليج نانتوتيومة اسمه بازل سيل كارسينومة ده احنا ما اخدناهوش في العمل هو بس عليك فقط في النظر بازل سيل كارسينومة اسمه رودين تألس ضع ببعا ايه زي مولتلك لوكا لماليجنة طلع منين اسمه بازل سيل هتقول لي طلع مين البيازل سيل هقول لك اجابة خاطئة هما كانوا العلماء زمان فكروا كده يعني اول ما اكتشفوه يعني لو الخلاة بتاعته الطيومة شبه الخلاة بتاعته شبه البيازل سيل قال لك بس يب طلع منه مؤخرا حديثا اكتشفوا ان هما كانوا على خطأ وقالوا ان هو مش بيطلع من البيازل سيل انما بيطلع منين بيطلع من يعني اللي هي الحواصلات الشعب الي موجودة في يعني الغودة دي العبقية دي طلع منهم بتطلع من الغودة دي العبقية وبتطلع من دي اكتشفوه حديثا انما ايام زمان كانوا بيقولوا انه بتطلع من البيزة سيل عشان كده حتى الان اسمها بيزة سيل كرسينوم اسمها متغيرش خلاص يعني اسمها لسه متسمي على حسب الاسم القديم يبا دي اللي مكتوب كده في الهيصة دي كله ان هو عبارة عن زمان كان شبه الان هو بيطلع من البيزة سيل ولكن مؤخرا الان هو ايه بيطلع من الاسكين ادنكسا ودي ام سيكيور عبارة عن طيب الاماكنه فين الاماكن اللي بيطلع منها فين في الجسم بالزبط بيطلع في الاماكن المعارضة اكتر للصن يعني مثلا بيطلع في الفيس في الدباعات معين اكتر مكان معارض للشمس هو الوش الاصل ان الوش مش هيتغطى انما الدباعات ممكن تتغطى وقتها يبا كومول لي في الفيس اكتر مكان شائع فيه هو الفيس دب فينة حتة بالزبط في الفيس في اي حتة لا ليه يعني وصفه معين ركز بقى معايا في الوصف ده عشان ما تحفصك دي بص ركز في دي جد اهي دي تعبارة عن او مين البيزل سلكرسنوم طلع في الفيس فين عدتة في الفيس قلتلك احنا هنبسم خط وهمي خط وهمي ما بين اللي بيول افزا ايف وما بين الانجل افزا ماوس ادي الانجل افزا ماوس هاي تمام ودي اللي بيول افزا ايف طي هي هتكون فوق الخط دي طيب هتقول لي برضو فوق الخط يعني في الحتة دي ولا في الحتة دية ولا في الحتة دية ما هو دي كل فوق هنا كل دي فوق الخط خلاص انا كده عرفت ان هي فوق الخط بس فين حتة برضو بالزبط ما عرفتش اقول لك يا عم طي ايه بسم خط كده تاني ما بين الاوطر انجل افزا اي اللي هي الحتة دي كده للحتة دي وما بين انجل افزا اي اللي هي الحتة دي كده هل هو الكلام؟ طب انا كده برضو معرفتش ممكن تطلع في المنطقة دي ممكن تطلع هنا يعني فوق العين كده يعني ممكن انا اكمل الخط كده صح؟ ممكن تطلع في المنطقة دي كله طب انا عايز يعني تحديد اكتر حد تالي اكتر هقول لك عند ودي الانجل اف موز يبقى بتطلع في المربع ده هل الكلام ده هتحفظه؟ بصراحة متحفظهوش انت تخيله وخلاص ده هتجيلك فانت تخيله سألك فيها ماشي وغالبا مش هسألك فيه فانت من ضيحش فاوتك وتفضل تكتيبها وبتعلاق احنا نبسي خط وهمي ما بين مين ومين ما بين اللي بيول اف زا اير وما بين الانجل اف زا موز طيب انا برضو لسه مش عايف مكانها بالظبط هبسطها لك هنبسم اللي ما بين التو انجل اف زا اي اللي هما مين الانجل والاوطر انجل برضو لسه مش عارف هبسطها لك هتكون الانجل اف موز على جانب الانجل اف موز يعني في المنطقة ده كلها خلاص ادي مكان ارودنت ألصر او السكويمة السيل او معلش البيزة السيل كارسينوم نكمل ادي كده عرفنا الورجين هي طالعة منين وعرفنا وعرفنا السايتس بتاعتي او ريسكي فاكتورز هي طبولونجد اكسو بوجر طوزا سانط بعد كده نخش في الجروس بكيتشار ونخش في المايكروسكوبك بكيتشار الجروس بكيتشار ان تيومر استرطس از ريد بابيول يعني ايه ريد بابيول يعني اول ما بيطلح كده في المنطقة اللي ورتلك عليها في الوش بيكون زي حباية ريد صغيرة بيكون حاجة كده حباية اهو يعني ده دي كبيرة كمان حباية صغيرة كده حاجات بسيطة كده ماشي تبدأ الحباية دي تقبى تقبى بواحدة واحدة جباد وليه وبيبدأ يحصل فيها مين الثر طيب ايه مواصفات الالثر ديها تبتلك بقى اي اي الثر انا حاول نوصفها الالثر اللي بتطلع ديها مواصفات بتميزها عن باقيه الالثر ايه هي ان الاج بتاعت الالثر ايه هي الاج اللي هي المسافة ما بين الفضور بتكون مالها بتكون بس مش ده بتكون عكس كلمة يعني تحس ان اطلع فيها حبوب خلاص محببة يعني محببة يعني عكس كلمة ايه زين عايز اشوف شكله يا باشا وفلك شكله اهي 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 هيا اهي اتعاملة دي هي دي الشكل دي بتاعي الشكل ده بتاع البازل سلكة بصنوب اهي اللي هي بتكون وفولد ان يعني داخل الجوه التانية كانت يعني طلع البر خلاص تمام وبعد دي يعني تحس ان عالجونب بتاعيتها كده في اكناب حبيبها كده طالع فيها حبوب صغيرة ادي دي ام سيكيور ام سيكيور ويش ما بين اللي اتنين مين الرولد ان ومين اللي فيرتد هي سكويمة سير كرسينومة الرولد هي البيزة سير كرسينومة وقعها في شكلهم حتى بسمهم بالقلم ورصاص عندك في ظهر الورق علشان تفتكروا دي اسئلة ام سيكيور ويش تمام نكمل الفلور بتكون رف برضو يبا هنا رف وهنا رف بس هنا معانا كروزس لانه ما ليجنا انتو تيوم بالنسبة للبيز هنا فيرم يعني لو حسست بيدك كده على البيز اورزة الاصر هتلاقي فيرم يعني فيرم ما بين الصفت وما بين مين ما بين الهارت اللي هي نشفة ولا هي طويل ما بين البنين كده انما ديت كانت فكسد انديوباتيد انديوباتيد يعني هارت كانت نشفة خلاص ادي المواصفات بتاعت الاصر بتاعت البيزة سير كرسينومة واده مواصفات الاصر بتاعت الاسكويمة سير كرسينومة في الامتعان يعني بدون اي نقاش احفظهم كويس واعرف شكله تمام نخش فيه الماكبسكوبك بوكيتشا الماكبسكوبك بوكيتشا سهلة وبسيطة باذن الله بتاعت البيزة سير كرسينومة قلتلك ايه ان الديميس انفلترات بايماسيز اف ماليجننت ابيسيليال سيرز حلو الماليجننت ابيسيليال سيرز ديت يعني عبارة عن جزئه بريفرال سيرز تمام بريفرال سيرز وعبارة عن السينترات سيدز بريفرال سيدز عبارة عن قولامنا بايزة سيدز نفس الدايرة اللي كننا شرحناه دي دايرة عبارة عن بايزة سيدز بس كتب لك ايه قولامنا بايزة سيدز ويز باليسيدينج اف مينجيومنت هنشوف لها صورة باذن الله الخلايا اللي في النص بتكون يعني الخلايا اللي على الجناب الاطراف من بره بتكون إنما الخلايا السنترل بتكون حلو الكلام بعد كده كاتب لك ايه كاتب لك ان انا عندي انواع تانية من انواع مختلفة من البيزل سلكارسينومة لو عند السنترل سنز دي في النص اتراكم صبغة الميلانين لانه بيطلح في السكن اتراكم مادة الميلانين صبغة الميلانين بسمه لك ايه بيجمينت الطيب بيجمينت الطيب يبا لما اقول لك ايه هو البيجمينت الطيب في بيزل سلكارسينومة هتقول لي هو ان حصل بالضبط في السنترل سنز بدأ يحصل دي بوزيشن للميلانين بيجمينت اكسيزيف ميلانين بيجمينت خلاص ادي كده الماكروسكوبك تفاهي الصراحة هتقولي ان انا عندي بروفهات سيلز ده عبارة عن بيزات سيلز والسينترات سيلز عبارة عن بولي هيدرا ممكن يتراكم فيها الميلانين تعمل لنوع اسمه بيجمينت الطي طب تعال كده نشوف لها صورة حتة الباليسيدينج أبين جيمينت دي اهي يعني عيف الخشب الحضارك بتاعت زمان زم ما كانوا مثلا بيعملوا ايه الصور الخشب ده او هو حركة الصور دي تسمها باليسيدينج فالخلايا بتكون زيه ادي خلايا عندنا خلايا هيد بروفه اهي على الجناب كلها دي كلامنا اهي كلامنا ببيزات سيلز الخلايا دي كلها كلامنا ببيزات سيلز طب الانفلتفاشن اف سيلز ديت حصل فين اصلا حصل فيه الديرميس كاتب لك كده زي ديرميس الماليجنت سيلز ديت اللي عملتلي زي ديرميس كده بتتكون من بريفرال لير و سنترال لير البريفرال عبروه عن مين البيزات سيلز عملتلي شبه الخشب كده خشب اروت فرح بعضه اسمه ايه باليسيدينج اورينجيمينت والخلايا الدينج او باليسيدينج اور و عملتلي شبه والخلاة اللي في النص كلها نوحة بتكون وعرفنا لو اتراكم ان هو تترصب هنا مادة او صبرة الميلانين في الخلاة ديات كده اللي في النص يبقى تحول الى نوع اسمه بعد كده نخش فيه اخر حاجة معنا هي دي احنا عفينها يعني اللي هو ما بيعملش فقط انما لو تحول بعد كده هيعمل عادي انما هو حاليا مش بيعمل فقط بيعمل خلاص لكده الحمد لله خلصنا التلات انواع بتوع خلاص يعني الفيديو نعرف انه طول معنا ولكن معلش ننصن والله يعني نسجل بالعافية فعلا ننصن صوتي فبنكمل هي مش مستهلة يعني هناخد النص صفحة دي بالمرة وسهلة باذن الله احنا عرفنا في الاول ارتلك هناخد ثلاث امثلة للتيومة بسقوف ابسيليا لتشو واخدناهم الحمد لله بالفعل اللي هما اسكويمة السلبة باللومة بيزل سلكة فسنومة وسكويمة السلكة فسنومة هنا هناخد مثالين ليه طيومة ظلم مصن قيمة او كونكتفتش اللي هما الهيمنجيومة واللايبومة اللي اتنين خدنهم في العمل الحمد لله ولكن هنشرحهم هنا شوية كده ايه يعني هنشرح معلومات زيادة شوية كده يعني ايه هيمانجيومة هيمانجيومة هي عبارة عن بناين طيومة اخيرها كلمة اومة يابا بناين طيومة طالع من الفيزلز يابا هو بناين فاسكولار طيومة في منه نوعين الكابيلة بي هيمانجيومة لو طالع من كابيلة بي وكافير النص هيمانجيومة كافير النص هيمانجيومة دي اللي كانت عندنا في العمل عرفنا ان هي بتتكون من ايه من ويت فاسكولار وقلتلك تحفظهم كده مبطن بي اندوسيليا ومليان بي بلد مفصول بي سيباريت باي كونكتف تيشو استرومة كنا حفظينها كده مبطن بي مليان بي مفصول بي مبطن بي اندوسيليا مليان بي البلد مفصول بي كونكتف تيشو استرومة كلمة وايد دي مهمة ليه مهمة لان الكابيلة بي هيمانجيومة زغيرة شويه اصلا كلمة كافير النص يعني كهف يعني انجام كلمة كافي اللي هو كهف لان المساحات دي كانت كبيرة تعالوا نشوفها في العمل التاني كده اهي دي كبيرة عامل شبه الكهف كده اسمها كافير نصي منجيوم ويد فاسكولاريس بيسيس انما التانية كانت ايه كابيلري زغيرة فدي سمول فاسكولاريس بيسيس وتكمل نفس الكلام لاين دباي اندوسيليا كونتانينج بلد وسيباريت دباي كونكتف تيشو استرومة نفس الوقت خلاص فاضل بس ايه من حيث الجروس بكت شر بنفرع ما بينهم ازاي انا ملون هملة كهمة الكابيلري بيكون ديب ريد لونها ديب ريد وبتكون زي الباتش كده انما الكافيرنص هيمانجيومة ديت بتكون بيربل يعني لونها بنفسيك انا ملون هملة كادي ديب ريد ودي هنا لونها بنفسيك ولدفايند صوفت سويلنج دي بتكون صوفت سويلنج انما ديت بتكون ولدفايند باتش يعني بدي باتش ودي صوفت سويلنج بس هل انت هتتسهل في الكلام ده في النظري اعتقد مش هيجي ممكن تتسهل في النظري فان من السماء هشدلك تحت الخط ومن الوايد بس كده تمام فدي الاسئلة اللي ممكن تيجي وطبعا الهيمانجيومة عبارة عن ايه بنين فاسكولار تيومة نخش بعد كده في اللايبومة اللايبومة يعني ايه يعني هو كيس دهني نشرحناه برضو في العمل طلع منين طلع من الادبوستيش ومن اسمه اللايبو يعني مصدر الفاتسينز او الادبوستيش البرناين تيومة اوف اديبوستيش هو المستو كومن صوفت تيشو تيومة يعني ايه صوفت تيشو تيومة يعني هو اشهر نوع من التيومة بيحصل في اي نسيك تاني غير العظم صوفت تيشو يعني مقصود بيها اي نسيك تاني في الجسم غير العظم يعني مثلا مص حلو الكارتلش تمام عندك مين تاني الفايبراس تيشو ماشي اي نسيك تاني من صوفت تيشو او كونكتف تيشو غير البون ده هو المستو كومن يبا المستو كومن صوفت تيشو تيومة هو مين اللايبومة ادي سؤال امي سي كيو طيب بيطلع منين قلت لك بيطلع من الادبوستيش يبا بيطلع مين المناطق المناطق اللي فيها فات كثير في الجسم في اي مكان في الجسم فيه فات بكميات كويسة بيطلع ممكن يطلع منها كس الدهن ده بيدي لك امثلة للمناطق اللي فيها فات هتحفظهم لا خدهم كراءة هما صن يعني معروفين لكل ماشي فيه فات ما بين المسلز وبعضها بيكون فيه فات كويس الميديا ستين ماشي مزينتي هيلو ومنطق اللي هو ماسك الستومك بيترو بيرتونية ماشي والاستومك والانتستل والكيدني كل الكلام ده امثلة للمناطق اللي فيها فات في الجسم خلاص فاخدهم كراءة اللايبومة عبار عن إن كابسوليتد لبيوليتد ييلوش سوفت جويسي ماس هتحفظهم احنا اصلا واخدينه يعني الكلام مش جديد علينا احنا واخدينه مهمة قلتلك هتشوف الصورة ديت اي واحدة من التلاتة هتكتب ساب كوتون وصلايبومة هتكتب اي قلتلك افتكر البورتوانة اللي هي متأشرة عبارة عن فصوص كده وما بين كل فاصل والتاني بيفصل ما بينهم بويتش فيبراستيش يعني بديها تلبيوليتد وباية الكلام اكتبه على حسب معرفتك ما انت عرفه اللون ييلوش الكابسول والانكابسوليت لإنه بنانتيومة صوفت جويسي دا اكيد لإنه طالع من نفات اصلا الصيز سمول عندك كتن بوردر والدفاين دي مارجنز خلاص يعني الكلام كله معروف فانت مش هتحفظ الجوز بجدش بعد كده الماكروسكوبك بجدش هتحفظها ما احنا لسه واخدينها برضو اهي اهي قلتلك هتكتب اول كومنت احنا عرفينه بتكون من ونبدأ نكتب تلات مواصفات عن الماتيوب فات سيلز اللي هي مفصولة عن بعضها بي بيحتوي على والفات اللي في الخلاق دي بيدوب اسناء وبالتالي بيدي لي شكل وعرفناه ووريتلك الصورة بتاعته يبا لها هو الكلام ده اللي مكتوب اصلا هناك بالزبط خلاص فيحنا مش يعني خلاص انت كده كده عفو يبا انت عرف المكروس بكت شرب من العمل كروس بكت شرب من العمل الصيد بس هو اللي جديد بتطلع منين من اي حتة فافت في الجسم الوريجين وعباره عن بينين تيومر طالع من الادوبوس تيومر وهو المستو كومون صوفت تيشو تيومر دي اهم من اهم الجمل معانا في محاضرة النهارة والمستو كومون صوفت تيشو تيومر حتة الهمانشيومة تعرف انها نوعية الكابيلري ماشي لونه يعني احمر غمق شوي الكافير نص لونه بنفسيك شوي دي عباره عن باتش دي عباره عن صوفت سويليك دي سمول فاسكولاريس باسيس دي وايد فاسكولاريس باسيس وبقيت الكلام انت عفو بس كده حتة الجريدينج النسكويما الصير كارسلوما دي برضو مهمة تعرف النسب زي ما شرحنا ويمكن اسألك اللي جريدتو مسلا نسبة بتاعتك وهكذا وبقيت الكلام انت واخد دي في العملي اللي هي اللي سكولما الصير كارسلوما سوى خيتها جروس واخيتها وكذلك اللي سكولما الصير باللوم انت واخيتها اللي برضو في الجروس باسولوجي واخيتها اللي في الهيستو باسولوجي فانت الكلام ده انت عرفه الجديد بس عليك هو مين هو البيزة الصير كارسلوما بتعرف او افتكر الصورة ديت افتكر الصورة ديت ان فبتعمل لي مجموعات كده في دي عبر عن كلامنا ببيزة السيلز بتديلي دي سؤال يقولك مين التيومر اللي بيحصل فيه ماشي فده سؤال الخلايا اللي في النص دو كلها بعبار عن بولي جورنال او بولي هيدران سيلز ممكن يتراكم هنا الميلانين فيعمل لي بيجمينت الطيب بس احنا كده الحمد لله خلصنا وتعرف مكان مساء بودنت انصر ده يعني سهل برضو باذن الله وكده الحمد لله خلصنا محاضرة النافضة وطبعا قبل ما ننسى برضو بنبه تاني وتالت وغابع على الالصر بتاعت وبتاعت الالصر مهم بالذات تعرف مين فيزدي افيرتد فيزدي افيرتد سكورما السيل كارسينوم انما فيزدي فولد ان يعني داخل الجوه دي البيزة السيل كارسينوم افتكر ان البيزة السيل دي الخلال اللي تحت خالص وبالتالي الاج هتكون داخل الجوه تحت ماشي انما الاج بتاعت السكورما السيل كارسينوم السكورما السيل خلال اللي على الوش فوق فبتكون الاج افيرتد يعني طلع البره ممكن تحفظه يعني بكده ماشي وكده الحمد لله نكون خلصنا منهج البصولجي بالكامل خلصنا العملي خلصنا النظري يعني اتمنى فعلا والله يعني تكون الناس استفادت من كرصي بتاعنا وتمنى فعلا يكون حد استفاد ودعوتكم يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بإذن الله في التم الثاني وسنة ثانية بالتوفيق دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته